السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 1 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في الجزء الرقم 9 من الفصل الخامس نتكلم على The Steps in Diffusion Bonding اللي احنا كلمنا عنه قبل كده لما قلنا ان Diffusion Bonding بتم مباسطة وجود High Pressure, High Temperature in the same time فيحصل عملية Contact في الـ A او يحصل Bonding وسيطة Diffusion بالحقيقة عندي أربع خطوات بيشرحوا البروسيزي وأربع رسومات بيعبرها عن كل واحدة أول واحدة initial is a contact area is a small لما بحط المادتين على بعض أو البودر على بعض أو المادتين على بعض ببصي ألاقي ممكن يكون مادتين على بعض وألحيمهم عادي أبصي ألاقي أن ال Contact Area المبدئية بسيطة جدا بعد كده Application of Pressure deforms the surface increasing the bond area بعد كده بتطبيق الفورس أو البرجر أبصي ألاقي أن ال Contact Area بدأت تزيد عملية أو البند بدأت تزيد ال Contact Area زادت أو البند Area زادت وبقى عندي أماكن بسيطة جدا لسه ما فيهاش أي نوع من أنواع ال Contact نمرة C بيحصل green boundary diffusion برميد فورس to shrinkage بعد كده بيحصل green boundary diffusion فبيمنع وجود فورس أو أن يحصل shrinkage أو تقلص وبالتالي بيقلل الفراغ اللي بينهم نمرة D Final elimination of the voice Required volume diffusion بعد كده عشان أجيل الفورس دي لازم يحصل نوع من أنواع volume diffusion يعني يحصل فعلا material تنتقل وبكده تقلل لي هذه الكمية أقل ما يمكن وبكده أتحصل على diffusion bonding بكل خطواته زي ما شرحنا الآن